بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد بشهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتقي بكم في هذه الدقائق في الجزء الأول من الحلقة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الحلقة بإذن الله سوف نجيب على بعض التساؤلات التي ترد إلينا عبر الصفحة وهي تظهر أمامكم على شاشة من آن لآخر على الفيسبوك وسوف نتخير أهم هذه الأسئلة ونجيب عليها والله المستعان ونبدأ بسؤال السائل هل يجب أن نصوم يوماً قبل يوم الجمعة أو بعده إذا أردنا أن نصوم يوم الجمعة تطوعاً أو نافلة الإجابة جمهور الفقهاء على الوجوب إنه لا يصام يوم الجمعة وحده نافلة إنما يجب أن يصام قبله يوم أو يصام بعده يوم وده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وده الدليل وده اللي بنأكد عليه إنه النبي الكريم دخل على إحدى نسائه وسألها هل أنت وعرف أنها صائمة فسألها هل أنت صمت بالأمس قالت لا قال هل تصمينا غداً قالت لا قال إذن أفطري وعلى فكرة ده مش الجمعة بس الجمعة السبت والأحد نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد أي يوم من هذه الأيام الثلاث لنتمثل أعياد الجمعة لنا السبت لليهود الحد للنصارى والمسحيين فلا يجوز للمسلمين أن يصوم يوم الجمعة وحده أو يوم السبت وحده أو يوم الأحد وحده إلا أن يوافق عادة عادة يعني إيه؟ يعني يوم عشراء وأنا مش قادر أصوم قبلها يوم أو بعدها يوم يوم عرفة ومش قادر أصوم قبل يوم أو يلحق بده القضاء وحد يبيشتغل الأجازة بتاعت يوم الجمعة فبنت إذا فرصة ويصوم طول الأسبوع في شغل تعبان مش قادر يبقى لا مانع لا مانع إنما لو تطوع عادي هصوم يوم تطوع؟ لا إما أن أصوم قبله يوما أو بعده يوما يبقى أصوم الجمعة قبلها الخميس أو جمعة أو سبت سبت قبل الجمعة أو سبت وحد حد قبل السبت أو حد واثنين وهكذا وربنا يتقبل من الجميع اللهم أمين مولانا سلام عليكم ورحمة الله هل يورث الولد من الجد أو الجد في حالة وفاة أبيه وما معنى الوصية المؤكدة هي اسمها الوصية الواجبة وهي الحالة بتاعتكم دي الوصية الواجبة الأصل إذا مات الولد في حيات أبيه وعنده أولاد إن الأب أو الأم يجب أولادهم وعملوا وصية للأحفاد دول يقول لهم يا أولادي لما أموت أولاد أخوكم يبقوا دوهم كيت وكيت وكيت ده اسمها وصية طب الراجل مات وما لم يلتفت لهذا يعني أنت عارف إن عندك أولاد ابنك ضعاف أيتام غلابة وهو ممكن ما ياخدش حاجة منك تم تبصيلهم هو ما وصاش ولا السيد توصى يقوم يجي الشرع الحنيف والقانون خد بالرأي الفقه ده يقول الله إحنا بقى نعمل لهم وصية واجبة بقى الأب ولا الأمة لتفتوش لده إحنا بقى نلتفت إليه بقى كشارع وقانون وخادر القانون برأي الأظهر في هذا وعملهم حاجة اسمها الوصية الواجبة الوصية الواجبة يأخذ الابن من جدهي أو الحفيد من جدهي نصيب أبيه أو أمه يعني الست لما تموت أو الرجل لما يموت في حياة أبوه أو أمه أولادهم يأخذ نصيبهم فيما لا يزيد عن الثلث دي اسمها الوصية الواجبة والله أعلم شيخنا الفاضل بفكر في الموت كتير بخاف منه قوي مع أن الحمد لله بحفظ القرآن من ثلاث سنوات ودايما حس أن عملي مش مقبول أعمل إيه لا إحنا ما يحتاجين بقى يا بنتي ربنا هيكلمك نراكش شوي حضرتك عارف أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ولا لا أنا عارف كويس قوي إنك تقولي آه والله أنا عارف طب عارف أن ربنا كريم وحليم آه عارف طب الحمد للرب العالمين طب ليه هنخاف زي كان الأمر كده عارف أنه كريم وغفور ورحيم وعارف أن مجرد ما خلاني أقوم أتوضى وأبن إيه إنه ما خلنيش ولا سمح ليش أنه أبن إيه إلا عشانا يقبلني إحنا يا بنتي محتاجين نحسن الظن الله يبارك لك نحسن الظن بالله نحسن العمل زي ما بنعمك بتحفظ القرآن بتصلي بتكويسة بتخلقها بالأخلاق الكريمة مع الناس إلى آخره أحسن العمل هو بنحسن بقى الظن إن يا رب أنت ما أكرمتنيش وفقتين للأخلاق الكريمة إلا إنك بتحبيني ما أكرمتنيش وخلتني آه بني دك صلي إلا إنك أنت عايز تقبل صلاتي خلي ده شعورنا بقولي ده ورايا كده الله لم يوفقني لأن أكون متخلقا بالأخلاق الحسن إلا لأنه يحبني الله سبحانه وتعالى لم يسمح لي أن أردد كلماته كتابه على لساني إلا لأنه يحبني والله العظيم ده أنا بقولكوش الكلام ده عشان بس فضي مجالس أقسم بالله هذا حق وهو ربنا يأذن لي إن لساني يتشرف بذكري سبحانه وتعالى إلا إذا كانوا يحبني عشان كده خلى لساني يذكرو والله لو يحبني ما يخلينا أذكرو والله والله العظيم لو أن الله لا يحبني لن لن يجعلني أتشرف بذكري والله خاصة أن أنا عارف كمان لما هذكره هو يذكرني هو يذكر من يكره ليه هيذكر من يبغد ليه هو لا يذكر إلا من يحب إذا لما جعلك تذكر هو يحبك أحلى فيكم على ده أقسم بالله العظيم ليس تأليا على الله لكن حسن ظن بربي سبحانه وتعالى وكراءه للقرآن القرآن واضح في هذا اذكروني أذكركم طب هاذكرني يعني إيه وتشرف ليه إذن كونه يسمحني بإني أذكره هذا دلالة عن الحب كونه يسمحني إن أنا أقوم أقف من إيديه متوضي وصليله ركعتين والصبح والأربع الظهر والأربع الظهر والأربع العصر ده معناه إيه الله أما البقى لما يقومني بالليل بقى ويسمحني إن أنا أسيب الفراش وأقوم الدافئ ده وأقوم توضى وصل ركعتين بالليل كده لوجهه سبحانه وتعالى ده اسمه إيه ده حب يا أخوان أهو الله ده الحب طب اللي ربنا بيحبه بقى هيعذبه أبدا ولا حتى هيعذبه في الموت طبعا وهيسهل عليه حتى لو كان فيه ألام سكرات بنسمع عنها طبعا بس هي دي نفسها الألام دي عشان تخفف عننا عشان لو في بعض الأشياء الصغيرة تخلص ولو فيه درجة ربنا جهزها لنا كبيرة أوي وإحنا وصلنا لهاش بالعمل نوصلها بمعالجة هذه السكرات رحمة من ربنا سبحانه وتعالى وبعدين الموت هيودنا على فين أنا عارفك يا سؤال لما خلص الحلقة إن شاء الله هركب العربية وعارف الأخ السواق هيودنا على فين هيروحنا على بيتي طيب الموت هيودنا على فين حد يقول لي ما أنا مش عارف هروح للجنة ولا للنار وليه ما انتش عارف ليه لازم تكون عارف تقول لي يعني إيه لازم يكون عارف يا مولان من سرته حسناته وساءته سيئته لازم يبقى عارف اللي تسره الحسن إنه عمل حاجة ترضي ربنا بفرحان ولما يعمل حاجة قبيحة يبقى عارف إنها قبيحة وزعلان يستغفر ربنا يبقى عارف كيسا أنا رايح على فين إن شاء الله رايح على الجنة الموت هيودنا فين بقى على الجنة إن شاء الله يبقى أهلم به وسهلة مرحب بالموت طبعا مرحب بالموت ما وهيطلعني من حياة كلها بلاش أقول قارف يعني عيب عيب إن أقولها لما هي كت فلها تعب ونكد إن كان فيها حاجة كويسة فيها حاجات مش كويسة تعبانين زي ما نشايفين وبنجرب وبنتنطط عشان يعني نعيش الموت هيسلمنا لإيه لجنة فيها راحة لرود من رود الجنة ما فيش فيها التعب ده نقم كله راحة وهناء وهدوء واستقرار أمل في إن نخش الجنة إن شاء الله يوم القيامة في جنات ونهر في مقارة صدق عند مليك مقتدر فنزعلان من الموت ليه وخايف من الموت ليه وهنا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ستين عائشة قلت له يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت ما إحنا أولا لما بتجيز عربات إخبطنا بروح ناجعين لورا لما الجوع يقرصنا بناكل عشان ما نموتش احنا بنخاف من الموت آه بنخاف منه كده بس بنكره الموت عشان الألمه عشان هيفصلنا عن أحبابنا بس مش أكتر فبتقول له يا رسول الله كلنا يكره فقال ليس ذلك يا عائشة المؤمن عشان عارف هو رايح فين فنفسه يروح لربنا ده هيقابل ربنا هيجاور الصالحين من عباد الله إنما الكافر عارف الموت هيوديه فين عارف هيوديه النار عارف إنه هيطاوه عن موت على الحياة حتى لو هو مش مؤمن بالآخرة بس عارف إنه موت على الحياة سوف تنتهي وهو خير طول بعرض وبيعمل اللي على مزاجه فهو كاره الموت لهذا احنا نكره الموت ليه ونخاف من الموت ليه على كل حال الخوف الذي يؤدي إلى العمل فأهلاً به وسهلا الخوف اللي يؤدي بقى للكنوط والإحباط واليأس والهلع وترك العمل لا أهلاً به ولا سهلاً والله المستعان مولانا ما حكم الدين في زوجت تركت أربع بنات خمسة وستة اتنين وخمسة وستة وعشرة وتركت منزل الزوجية من أجل العمل وتركتهم بالتوقيع والبصم فمحناً راسبي والزوج هو اللي عايش فقط لهؤلاء البنات يربيهم يعلمهم أصول دينهم الحنيف أرجو إرشاد في كافة التعامل معاهم جزاكم الله خيراً يعني هو الزوج قاعد يربيهم على الدين الحنيف ويعلمهم أصول الدين الحنيف الله أكبر والزوجة مشت كده يعني هي كانت متهنية وسعيدة ومبسوطة والرجل الله يبرك له عاملها بالدين الحنيف وهي قالت له خد البنات وامشي انت كمان بتعملني كويس وانا مش عايزك ولا عايز بناتك ولا عايز بناتي ده معقول يا أخوانا ده منطقي اللي ده كانت واحدة مخبولة بقى انما العاقلة يعني واحدة قاعدة مع بناتها مبسوطة وقاعدة مع زوجها مبسوطة هتبصم وبإنها مش عايزة بناتك تمشي ليه إلا إذا كان عندها من الهم ما يجعلها تترك فلذات أكبده فخلونا الله يكرمكم يا عمي علشان آسف يعني نعرج الموضوع صح ونفهمه صح انما لو عملت كده بدون أسباب الراجل مهنيها على أصول الدين الحنيف اللي بيعلمه للعياله وهي اللي اتنام راضيت خلاص واحنا مجنونة بقى هنعملها ايه وذنبها على جنبها لكن ما اعتقدش الدنيا كده أرجو ان احنا نراجع نفسنا تاني والسؤال شكله يا إما فيه حاجة غلط يا إما حد يسأله بمزاجه مش مسؤول بشكل صحيح وبالتالي يعني التليفوناتنا موجودة تواصلوا معنا أهلا وسهلا لو نحل المشكلة معنا مشكلة نساعد في حلها إن شاء الله مولانا سلام عليكم أرجو الإفادة في سؤالي كنت عايزة أعرف قصة داين تدان لما الأب بزمان يعمل حاجات وحشة تترد في ولاده يا ترى الكلام ده صحيح ولا لا ومدام تردت في ولاده بتترد تاني في أحفاده الحقيقة الكلام مش كده يا أخوانا الكلام مش كده خلونا نأسس لقعدة مهمة جدا القرآن علمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى دي في سورة فاطر وعندنا في النجم أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إيه بقى الأحفاد هيشيله والأولاد هيشيله ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده إحنا من باب التحذير بنذكر من مواعظنا على المنابر اعمل ما شئت كما تدينه تدان فيك أنت في نفسك أنت إنما أولادك ذنبهم إيه يعني أبو إبراهيم بعد نظر أبوه الأصلي والعام اللي عبد الأصنام ده وممكن يكون عامل حاجات تانية هل هتردف إبراهيم ينفع ينفعش أبدا ينفعش أبدا يتقالي الكلام ده ما ذنبه الولد وما ذنبه الحفيد إنما أنت النهاردة حد خبط عليك وقال لك الديني 100 جنيه سلف أنا مش لاقي أجيب أكل العيالي وإنت عندك الميت جنيه ومعندكش مش كانت تدهاله تقول لأ أو روح تقفل باب في ويش هقوم أقول لك خلي بالك يا أخي كما تدين تدان هيجع عليك يوم من الأيام هتحتاج أنت كمان وتخبط على جار من جرانك ويقفل باب في ويشك هذا الفكرة عشان إيه؟ عشان حدك تنتبه وتخلي بالك وتعمل بالمعروف لما ستك تمشي يعني بالغلط وتنتهك أعراض الناس وتلتفت إلى جارتك مثلا وتأتي معها الفاحشة والعزب الله في غياب زوجها هنقول لك خلي بالك كما تدينه تدان وزي ما أنت كده انتهكت عرض أخيك هيجي اليوم اللي ينتهك فيه عرضك عشان أنت تبقى عارف كويس قوي وتحذر حد يقول لي طب يا مولانا وزوجت ذنبها إيه؟ حد جبترت الزوجة وهل العرض زوجة بس؟ ما قد يكون عرضه هو نفسه والعزب الله فأرجوكم يجب أن تدركوا بوضوح القعدة الرئيسة ولا تزر وازرة وزرة أخرى ولا تزر وازرة وزرة أخرى هو ده هو ده لما بننصح ونقول خلي بالك أحسنت عمى الفكر اللي بتعمله في الناس ده انباب الوعز والزجر والتخويف قد يتوب الإنسان ويعفو الله عنه خلصت خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى لن يعاقبه حتى ولن يعاقب غيره إنما فكرة بقى أننا بقاعد الآن أسلي جدي أسلي جدي جدي لا بل من فضل الله ورحمته أن الصلاح هو اللي بيرجع للأولاد بركة في المال بقى ولا في الرزق ولا في خلافه والله المستعان بعد إذن دكتور سالم عايزة أسأل أنا دلوقتي معروضة عليها شغل أعمل ميكاب لعرايس فعايزة أعرف ده حرام والمكان بنات كله وهعمل لعرايس يعني مش هيبقى فيه أولاد وأنا حاليا مش بشتغل ومحتاجة الشغلة جدا والدتي كمان مسكة إدارة الليه لفستين عرايس جنبي في نفس المكان يعني هتبقى معايا طول الوقت الله المستعان يعني إذا كان اللي ده بيعرض الفستين المحترمة الحشمة شوية للعرايس وحضر بتعمل المكياج لهذه العروسة أو الميكاب لهذه العروسة ما فيش أشكالية بس العروسة لازم تفهم كويس أوي إنها في ليلة فرحتها لا يجوز أن تكون متبرجة أو مظهرة لعورتها أو جزء من عورتها في بدنها أمام الرجال وبالتالي فكرة الحقيقة الأفراح المختلطة عليها شوية محاذير لكن لو إحنا بنعمل قاعة مخصصة للسيدات ساعتها العروسة تعمل اللي هي عايزة ما فيش مشكلة تضع من المكاب والمكياج اللي هي محتاجة وتلبس الفستان بالشكل اللي هي عايزة وستات معا يفرحنا ما فيش مشكلة لكن هي الإشكالية أنه بيكون الأفراح فيها رجال وفيها سيدات فيبقى في بعض المحاذير التي نمتبه لها على كل حال يجوز لك أن تكون بهذا العمل وتحمل المرأة أو تحمل العروس وزرها لأن كل إنسان يحمل وزره لا يحمل آخر وزر أخيه والله المستعان ويها نكتفي بهذا القدر ونطلع الفاصل وبعد الفاصل تتابعون فكرة الجمعية والله المعين ونسأت على السداد والتوفيق بعد الفاصل تواصلون وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة